موسيقى صبع الخير أهلا وسهلا بيكو كل مشاهدي قناة الحياة في مصر الوطن العربي ودلوقتي معادي برنامجكم برنامج العيادة وعيادتنا النهاردة هي عيادة علاج السمنة والتغذية العلاجية مستني كل أسئلتكم وكل اتصالاتكم على الأرقام اللي هتكون موجودة على الشاشة اللي عنده أي استفسار أو سؤال يخص الرجيم أو يخص الدايت أو يخص التغذية بواجه عام يتفضل يكلمنا وإن شاء الله نكون جاهزين للرد على كل الأسئلة موضوع حلقتنا النهاردة خرافات الرجيم أو أكاذيب الرجيم أو مقدر نحطها تحت عنوان بطل فتي لو سمحت بطل فتي لو سمحت دي جملة بقولها لكل اللي بيتكلم بناء على تجربة شخصية أو بناء على معلومة أراها في أي مكان أو بناء على معلومة اكتسبها وما سألش أو مرجعش أو ابتدى يدور المعلومة دي صح ولا غلط لأن للأسف في صفحات كتيرة على الفيسبوك وعلى كل السوشيال ميديا بتتكلم على الدايت وبتتكلم على الرجيم وبتتكلم على الرياضة وبتتكلم على الجيم وفي منها معلومات بتبقى مظبوطة وبيبقى مسؤول فعلا عنها ناس متخصصة أو ناس درسة أو ناس بتعمل أبديتنج لمعلوماتها وللأسف بعض المعلومات ما بتبقاش مدروسة أو مش معمول لها أبديت وبيحصل غلط أو بيحصل لغبطة في معلومات كتيرة بتكون موجهة لناس معينة ما تنفعش مع ناس تانية يعني بعض المعلومات بتبقى مبنية أو متقالة لناس مثلا بتروح الجيم أو بتلعب جيم وبتشيل فيه أوزان والهدف من التمرين بتاعها إن هي تكون عضلات أو تعمل ضخامة عضلية وناس تانية بتكون عايزة تنقص وزنها أو تنقص دهنها فبتاخد المعلومة واتطبقها على نفسها ويقول لك ما أنا كده كده بروح الجيم برغم إن أنا بروح الجيم أعمل إيه ده ليه سيستم وده ليه سيستم تاني أول الأكاذيب أو أول الخرافات اللي حوالين الرجيم أو حوالين الدايت تلاقي الموضوع الناس اختزالته للأسف عايز تخس إقفل بقك عايز تخس بطل أكل عايز تخس ما تقولش أصلا عايز تخس ما تقولش غير ونت جعان قوي يعني لو أنت صاحي ما لكش مزاك تفتر ما تفترش ما فيش مشكلة طبعا ده كلام مرفوض مية في المية وكلام غلط مية في المية لأن القصة في الأكل بزكاء مش مش عايز تدخن أو عايز تنقص وزنك اقفل بقك وخلاص اقفل بقك عن الأكلات اللي سعراتها الحرية عالية اقفل بقك عن الأكلات اللي إمتي أو اللي هي خاوية من الفايدة الغذائية ولكن فيها سعرات حرية بدون أي فايدة اقفل بقك عن الأكلات اللي بتاكلها تخلي جسمك قادر إنه يخزن دهون عشان كده واتكلمنا مرارا وتكرارا إن لعبة الدايت وأنا بقول عليها لعبة لأن الجسم لما بيجي يخص أو يفقد وزن أو يفقد دهون ما بيمشيش بنفس الوتيرة يعني العملية مش حسابية مية في المية إنت وزنة مية كيلو والمفروض تاخد في اليوم ألفين كالوري أو ألفين سعر حرية عشان تفضل زي ما انت يبقى لو عايز تخس خد ألف وتمنمية أو ألف سبعمية وهتخس وخلاص الموضوع ليه أبعاد كتيرة جدا 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 ودايما بنأكد على مصدر السعرات الحرية السعرات الحرية اللي انت المفروض تاخدها تبقى مدور السعرات دي جاي منين ما تقولش ما أنا مفروض أخد ألفين فلو نقص التلتمية يبقى خلاص الجسم هياخد التلتمية دول من المتخزن ده كلام نظريا صح لكن بالتطبيق ويه باستمرارية الأسابيع وباستمرارية الرحلة هتلاقي نفسك أسبوع أو اثنين أو تلاتة بتخس وبعد كده ما بتخسش عشان كده الأكل بزكاء هو محور اللعبة أو محور أساسي مهم جدا جدا في اللعبة بنتكلم دايما وبنقول قبل ما نبتدي برنامجنا أو قبل ما نبتدي رحلتنا بتاع الدايت بنعمل اليم بادي أو تحليل مكونات الجسم وبنقيس نسب المية نسب الدهون معدل الحر هنا نبتدي نسأل المريض نفسه هو أنت بتاكل إيه أو أنت بتدخن ليه ما هو ممكن تلاقي تلات أشخاص وزنهم 100 كيلو لكن كل واحد بيدخن أو كل واحد بيزيد في الوزن ونسبة الدهون لسبب غير التاني فاللي بيزيد عشان بياكل حلويات غير اللي بيزيد عشان بياكل بالليل غير اللي بيزيده هو بياكل أكل صحي بس مش متوزع صح أو مش مدروس صح عشان كده منقول كل بزكاء ولكن فكرة أن انت متاكلش غير وانت جعان قوي أو متاكلش طول اليوم عشان تلاقي للأسف لسه بعض الناس بتتكلم في النظرية القديمة قصة انت ليك ثلاث وجبات أساسية واثنين وجبة خفيفة طب أنا بين الوجبات دي بحس أن أنا جعان أعمل إيه؟ لا لازم تستحمل لا لازم ما تاكلش لا ما تاكلش سلطة لا ما تاكلش سمرت فاكهة اقطع لأن انت لو قاعدت ده معتقد غلط ان انت لو قاعدت ما بتاكلش ما بين الوجبة والوجبة ده بيخلي جسمك يحرق طاقة بصورة أكبر ده كلام طبعا مش مظبوط خالص لأن انت لو ما بين الوجبة والوجبة ووجبة فطار أو وجبة غدا ما دخلتش سناك أو على الأقل اتنين سناك واحدة منهم مثلا فاكهة أو زبادي والتانية تكون خيار أو خاص أو جزرايا أو بعض الخضروات أولا انت مستوى السكر في دمك قليل جدا ومستوى الانسولين عالي جدا جدا وجسمك حاسس ان هو مستني اي حاجة بنهم عشان يخزنها عشان كده لازم دايما بنأكد بنفطر وبناخد سناك وبنتغدى وبناخد سناك وبعد كده بنتعشى والناس مثلا الموظفين أو اللي يومهم طويل أو طلبة المدارس والجامعة بيعمل شيفتنج في مواعيد الأكلات يعني يفطر سناك سناك غدا وبعد كده عشى فدي نقطة مهمة جدا جدا كل في الأول حتى وانت مش جعان بس المهم تكون بتاكل صح أو بتختار أكلك بطريقة مظبوطة وزي ما قلنا الفكرة لو أنا لي عدد من السعرات الحرية لازم أدور على مصدر السعرات الحرية دي جاي منين ما قلش مثلا الدكتور مديني في السيستم بتاعي أو أنا حسبت على فيه أبليكيشنز كتيرة موجودة على الموبايلات بتحسب الاحتياج من السعرات الحرية وده يعتبر نوع من أنواع التوعية المطلوبة أو المفيدة ولكن أدور أنا كماريت سمنة أو بشتكي من زيادة في الوزن سعراتي دي جاي منين ما قلش مثلا وجبة الفطار تقريبا فيها 300 سعر حراري فأنا صاحي ما ليش مزاج أخد وجبة فطار زي ما الدكتور كاتب لي فخلاص هاخد بسكوتة أو بسكوتين من اللي هم البسكوت اللايت أو السعرات الحرية قليلة مع كوباية قهوة باللبن وأقول كده خلاص أنا فطرت أنا كده كويس جدا جدا ده أنا ماشي على حساباتي وعلى سعراتي مفيش مشكلة ده كلام نظريا زي ما كنا بنقول مظبوط ولكن رد فعل الجسم أصاد الأكل اللي حضرتك بتاكله أو الشرب اللي حضرتك بتشربه بيختلف عن حاجة وحاجة يعني فيه فرق ما بين أخذ وجبة متكملة فيها كمية بروتين كويسة زي مثلا بيض أو جبنة أو فول وفيها كمية نشويات جاية من عيش كامل الحبة أو عيش أصمر أو توست ريجيم وفيه فرق ما بين أن أنا أخذ نفس السعرات دي جيالي من حاجة سكريات بسيطة أو سريعة الامتصاص ترفع مصصص سكر في الدم بسرعة فالجسم يرد علي بكمية إنسولين سريع عشان تحرقها وتتعامل معها فالجسم يبقى يادر إنه يخزن دهون فتلاقي نفسك سعراتك مش كبيرة سعراتك مش عالية ممكن تكون أقل ما جسمك محتاج ولكن مصدرها بخلي الجسم يخزنها دي أجذوبة ودي خرافة حوالين الرجيم أتمنى إن تكون كل الناس فهمتها ونبتدي نغير فيها ونبتدي نعدل فيها تاني أجذوبة أو تاني خرافة من خرافات الرجيم فيه أكل بيخسس وفيه أكل بيتخن وأنا سمعت إن البطاطا حلوة للرجيم وأنا سمعت إن البطاطا وحشة للرجيم واللب السوري واللوز والعين الجمل والدرة والفشار وتلاقي بقى كلام كتير جدا جدا وتلاقي للأسف بعض الناس يقولك اللب السوري اللب التخسيس يعني اللب اللي هو لب عبادة الشمس لب التخسيس وتلاقي ناس بتطلق عليه كده إنت عايز تاكل نطس أو عايز تاكل حاجة تسليك لا خد اللب السوري ده اللب السوري بيدوب الدهون وتلاقي كلام كتير جدا جدا وأساطير حوالين دور اللب السوري فيه الدايت لازم نفرق ما بين دهون السمنة وما بين الدهون السلسية وما بين الكوليسترول أو الدهون المترقمة في الدم مش كل مريض سمنة بيشتكي من ارتفاعهم ومش كل واحد نحيف أو وزن كويس ما بيشتكيش من ارتفاعهم لأن لي علاقة بنوع الأكل اللي باكله اللب السوري مفيد جدا لتقليل الكوليسترول والدهون السلسية يعني مفيد لتقليل دهون الدم ولكن سعراته الحرية عالية زيها زي أي نوع لب تاني لب أبيض لب سوبر أي أن كان أي نوع تسالي نفس السعرات الحرية المرتفعة ولكن الدهون اللي فيه أو الزيوت اللي فيه هي دهون أو زيوت أحادية غير مشبعة يعني ببساطة زيها زي زيت الزتون وزيها زي زيت الحار أو زيت بزر الكتان اللي بقت كل الناس عارفة أنه هو مفيد صحيا ومفيد جدا لوظائف القلب طب لو رجعنا بالذاكرة كده وراء الكام حلقة فاتت لما كنا بنتكلم على الهرم الغذائي وقلنا أن 20% من إجمال السعرات الحرية اليومية بيكون جاي من الدهون يعني جسمي عشان يكون عايش بطريقة طبيعية وبطريقة صحية لازم أدخله دهون يوميا ولكن مصدر الدهون دي هي دي القصة أو هو ده الزكاء فالنهاردة أنا بدل زي هقان مثلا من زيت الزتون أو زيت الحار أو مش عايز أخده أو قادر أكل الجبنة أو الفون من غير زيت خالص أو ما باستخدموش خالص ونفسي رايحة لللب أو نفسي رايحة لللوز أو للعين الجمل أقدر أدخله هنا أقدر أدخله ولكن أبقى حسبه من إجمال السعرات الحرية اليومية يعني ببساطة ما جيبش كيلو لب سوري واعده أزأزه قدام التليفزيون أو أنا قاعد ماسك الموبايل على الفيسبوك وأقول ماهي الله لب التخسيس وحاجة جميلة ودينا بناخد منه وخلاص يتاخد ولكن بمعايير محسوبة من إجمال السعرات الحرية اليومية وما يعديش 20% من إجمال السعرات الحرية ولو أنا بتابع مع دكتور أو أخصائي تغذية ممشيني على سيستم مدروس مخصوص ليا أسأله أنا الإسبوع ده نفسي رايحة لللب أخد منه قد إيه ولو بخدت منه ماخدش إيه يعني دي نقطة مهمة جدا جدا إن الواحد يخس بزكاء تاني جزئية البطاطا الحلوة أو البطاطا اللي إحنا بنكلها وبنحبها وإيه الشتاء بيبقى محتاجين حاجة دفينة تلاقي برضو نفس الأساطير إن البطاطا فيها سعرات حرية قليلة هي فيها سعرات حرية قليلة ولكن لقد إيه يعني 100 جرام من البطاطا في 86 سعر حراري 100 جرام من البطاطا ده حاجة صغيرة جدا لو حطناها على حجم إيدينا يعني أنا لو باخد قطعة بطاطا واحدة أو سمرت بطاطا واحدة دي وزنها مش هيئلة عن 200 جرام أو 300 جرام يعني ممكن تكون دخلة في حوالي 300 كالوري على الأل أو 300 سعر حراري من 1500 سعر حراري مثلا ريكممندد بالنسباني في اليوم يعني رقم يعتبر ضخم جدا فلازم أرجع للدكتور بتاعي أو لو أنا هاخد النشويات دي أبقى عارف إن هي جاية كمان من النشويات بسيطة يعني فيه فرق ما بين أخد رغيف سن أو أخد تمن معالي قرز بني وإن أنا أخد واحدة بطاطا السكر أو النشويات اللي موجودة في البطاطا هي نشويات سريعة الامتصاص طب تنفع مين بقى نشويات سريعة الامتصاص دي وهو ده الغلط أو اللغط اللي بيحصل ما بين الناس اللي بتروح جيم أنا ممكن أنا أبقى أنا وواحد صديقي إحنا اللي اتنين منروح الجيم سوا ومنتمرن سوا كمدة ولكن أنا الهدف من تمريني حاجة والهدف من تمرينه هو حاجة تانية هو بيشيل أوزان كتيرة وعايز يعمل بلق عضلي وعايز يعمل كتلة عضلية ويعمل فورمة وأنا عايز أخس طب أنا عايز أخس ألاقيه هو ماسك قبل التمرين واحدة بطاطا عمالية كلها طب أنا بقل ليه ده بقى وأنا مش عارف فروح واخد حتة البطاطا عنا كمان وكلها وادخل أطحن في الجيم ولاقي إن أنا ما بخسش حاجة هو محتاج سكر بسيط أو سريع الامتصاص قبل التمرين أنا مش محتاج السكر السريع الامتصاص قبل التمرين أنا محتاج وجبة كاملة قبل التمرين بساعة أو ساعة ونص عشان تديني باور واتمرن لكن كمية السكر اللي فيها السريع ما يبقاش كتير عشان أقدر أخلي الجسم يبتدي ياخد من مغزون الجلايكوجين اللي بجسمي ومن مغزون الدهون اللي بجسمي فأخس أنا محتاج حاجة وهو محتاج حاجة تانية عشان كده ما نقولش يلا دينا منروح الجيم وخلاص لا لازم تبقى عارف انت رايح الجيم ده تعمل ايه هل رايح عشان تخس ولا رايح عشان تكون عضلات ولا رايح عشان تحرق دهون ولا 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 عشان كده طريقة التغذية لكل شخص من دول مختلفة اعرف البلان بتاعك او هدفك وروح لدكتور يبتدي يحدد لك السيستم المناسب لك فده كده عرفنا موضوع اللب السوري وموضوع البطاطا من ضمن الحاجات التانية اللي برضو حواليها اساطير كتيرة او اكاذيب كتيرة والناس ما بتبقاش عارفة الصحة من الغلط الفشار او الدورة اللي بتستخدم عشان يتعمل بيها الفشار تلاقي بعض الناس بتقول ان الفشار كسناك صحي جدا مشبع جدا بيخليك تمشي على الرجيم بصورة كويسة لحد هنا انا موافق مش معطرد على حاجة ولكن كميته في فرق ما بين ان انا اخد معلاء الدورة في اليوم اعملها فشار وان انا اخد خمس ست سبع تمن معالي في اليوم اعملهم فشار ما هو ده فشار وده فشار ولكن الكمية بتفرق معنا على التليفون استاذة غادة اهلا وسهلا بحضرتك اهله وسهلا يا فن اهه صباح نوري فن انا بذكرك جدا على كيب حضرتك اكتر من رائع وستقبلنا بشكل اكتر من رائع دكتور فن انا بسأل انا عامل انا ثاني خمسة وارجيون سنة وعمل عملية تحويل مطار مصغر من حوالي شهور وخدت تقريبا تحدود أربعة ورجعين كيلو وكنت بسأل يا دكتور هل بعد الفترة معينة أنا بسمع إنه ممكن نرجع تاني في الوزن قال إحنا لدينا نظام معين يخارجينا مضمن إنه إحنا منرجع تاني في الوزن وإيه الحاجات اللي ممكن نتجنبها بعد الفترة دي من العملية تمام اختيار حضرتك للنوع ده من العمليات قبل ما تقرري إنك هتعملي ميني باي باس أو سليب أو باي باس توتل هل حضرتك من الناس اللي بتاكل كميات كبيرة ولا أصناف الأكل حريك بتاكليها فيها نوع من أنواع السكر سريع للمصاص بنأكل حلويات كتير بنشرب عصائر كتير مش كميات الأكل هيا الكبيرة لا الحقيقة يا دكتور أنا ولا الاتنين ممكن يبقى الاتنين نعم ممكن يبقى الاتنين ممكن يكون حضرتك بتاكلي لا أنا ما كنت تبقى كميات أكل كتيرة بحاجة كبيرة لكن الحقيقة كنت مثلا بحب قوي المشروبات الغذية مثلا تمام فكانت دي من ضمن الأسباب القوية أو زيادة الوزن عندي تمام لكن كميات الأكل بالنسبة لحضرتك مش كبيرة ما بنأكلش فوليومز كبيرة لا لا تمام فيها أسئلة تاني عند حضرتك لا مستي يا دكتور كتا خير أهلا وسهلا بيك فان طبعا سؤال أستاذة غادة من الأسئلة المهمة اللي بتيجي في بال ناس كتير قوي خصوصا الناس اللي بتشتكي من سمنة مفرطة أو سمنة كبيرة أو عملت رجمات كتيرة ودلأسف فشلت أيا كان نوع الفشل لازم برضو هنا نعرف العمليات دي أو عمليات سواء تحويل المصار أو قص المعدة أو الميني باي باس اللي هو بياخد وسطين أو تلاتة مع تصغير حجم المعدة تتعمل ليمين لأن كل في ناس للأسف أو بعض المرضى اللي بيشتكم من سمنة بيستسهل ويقولك خلاص بقى أنا هروح أعمل عملية أنا زهقت من الدايت وعملت رجمات كتير وقريت إن اللي عمل رجمات كتير وفشل فيه إنه يخس أو يفقد وزنه يبقى الحل الأمثل ليه هو الجراح ده كلام برضو نظريا مظبوط ولكن لازم أسأل نفسي كمريد سمنة سؤال وأسأل الجراح اللي هيعمل لي العملية نفس السؤال أنا تخيني أنا عندي وزن زيادة أنا هعمل أنهي نوع ونوع العملية هل هعمل السليب أو قص المعدة ولا هعمل تحويل المصار لأن ده لبعض المرضى وده لمرضى تانية الناس اللي بتاكل كميات كبيرة ولما بيجي ياخد سيستم للرجيم أو نظام للرجيم بيبقى صعب عليه إن هو يطبقه أو بيحس بجوع أو بيحس إن الكمية الأكل دي مش مكفيه فبيبتدي لغبط فبيبتدي ما يخسش أو نظامه يبوز ده اللي يتجه ليه النوع بتاع قص المعدة والنوع التاني اللي بياخد سكريات كتير أو مشروبات كتير أو بيشتكوا فعليا من مرض السكر هو ده اللي بيتاخد أو بياخد القرار بتاع تحويل المصار وبرضو بسأل الجراح لأنه هو هيكون قدرة واحد بحالتي أو قدرة نوع عملية مناسب طيب سؤال مدام غادة أنا عملت العملية فعلا وخسيت حوالي 44 كيلو من 6 شهور وبسمع إن فيه ناس تخنت وبسمع إن فيه ناس ما تخنتش فأنا خايف أو خايفة أعمل إيه أولا لازم يبقى مريض السمنة المفرطة وهو داخل يعمل العملية يبقى عارف إنه برضو هيبقى فيه بعض أصناف الأكل بخلي باله منها أو مش بنفس الطريقة بتاعة اللي بيعمل نظام ريجيم أو بيعمل نظام ريجيم تقليدي مع رياضة ووزنه بينقص مش هيبقى بنفس الليمتيشن أو بنفس الممنوعات ولكن هيبقى فيه أصناف بيحاول يقلل منها خالص خصوصاً اللي شغال على حكاية حجم المعدة لإن أنا ممكن يكون معدتي اتشال تلتها أو حجم واجبتي صغر بمقدار النص ولما أجأ أكل أي حاجة أحس إن أنا هرجع أو مش قادر أكل الأكل ده طيب لو أنا بقى كل ما باجأ أكل أي وجبة صغيرة باخدها من سعرات حرية فرغة أو سعرات حرية سعراتها عالية زيادة عن اللزوم طيب أنا سأذنكم بنطلع فاصل وهنرجع نكمل النقطة دي بالتفصيل استنونا بعد الفاصل أهلا بيكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل وكان معانا سؤال من مدام غادة كانت بتسأل على العمل عمليات ميني باي باس أو تحويل مصار أو قص معدى هل في حاجات معينة أو محاذير معينة لازم يبقى مخليين بالهم منها وكنا بنقول أيوة لازم الواحد يبقى عارف العمل إجراءات جراحية إن مش هيبقى فيه نفس الليمتيشن أو المحدودات بتاعة نظام الرجيم التقليدي ولكن لازم يخلي باله من أصناف الأكل اللي بيأكلها خصوصا اللي عمل إجراء لأص المعدة لإنه ممكن يأكل على مدار اليوم حاجات صغيرة بس فيها سعرات حرية عالية زي السكريات أو الدهون أو الحلويات أو المشروبات الغازية اللي هي بتبقى سهلة على المعدة أو سهل إنه يقدر يأكلها أو يشربها وما يحسش إنه هو عايز يفضي معدته أو حاجة أو في نفس الوقت ممكن تكون سريعة في الامتصاص فما تلاقيش الوزن بينزل بعد كده أو ابتدى يكتسب وزن تاني من ضمن المعايير الأخيرة اللي بقولها للناس اللي عملت عمليات وخست ومش عايزة تدخن أو لسه في نص المشوار كان عندهم مثلا 70-80 كيلو زيادة وخسوا 40 ولسه بقيلهم 20 أو 30 دور الرياضة مهم جدا 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 عشان تقدر تكمل بقية الدهون الباقية أو مش راضية تنزل وكمان عشان تحمي نفسك من التراهل اللي بيحصل في الجلد والعضلات نتيجة طبقات الدهون اللي كانت مستخبية وراهم أو وراهم فعلا ولما بتاريت تتحرق الدهون دي لقيت الجلد مترحل حاول على قد ما تقدر يبقى فيه النظام بتاعك رياضة يومية أو على الأقل تروح جم من 3 ل4 مرات في الأسبوع تمرن الجسم كله عشان تبتدي تعمل فورمة عضلية أو ما تلاقيش العضل والجلد بتارية ترحله فبعد ما تخس وتلاقي وزنك بقى كويس ودهونك بقت كويسة شكل جسمك ما زال مدايئك أو بتاخد إجراءات جراحية تانية لقص الجلد الزيادة أو العضلات المترحلة فدي نقطة مهمة ومحسومة نرجع لموضوع حلقتنا اللي هو خرافات الرجيم أو أشهر الأكاذيب اللي حوالين الرجيم من أشهر الأكاذيب اللي بسمعها كتير من المرضى السيدات اللي بتردع تلاقي معلومة وهي معلومة مظبوطة أن الرضاعة بتزود معدل الحرق ولكن بتزود معدل الحرق كام صعر حراري هو ده المعيار أو هو ده المهم لأن تلاقي كتير من الأمهات كان عندهم مثلا 10-15 كيلو زيادة أصلا قبل الحمل حملت وولدت بقى عندها 30 كيلو زيادة تيجي تعمل رجيم بعد الشهر الأول أو الشهر الثاني وده الركومنديشن أنه بعد الشهر الثاني لكل الناس تلاقي مامتها أو حمتها أو جارتها رجيم إيه؟ ما أنت كده كده الرضاعة بتحرق فكده كده هتخسي من غير حاجة الجملة دي تلزأ في دماغ الأم أن الرضاعة بتحرق وتلاقيها عمالة تديها أكل ليل ونهار 24 ساعة عمالة تاكل وتقول لك ما رضاعة بتحرق؟ رضاعة بتحرق هي رضاعة بتحرق هم 150 سعر حراري وبعض الناس بيوصل لـ 180 بس الملك فورميشن أو تكوين اللبن بيتراوح كاستهلاك زيادة من السعرات الحرية اليومية من 150 لـ 180 سعر حراري طب أنا لو عملت الـ InBody وطلع عندي معدل حرقي أقل من المفروض بـ 300 سعر أو 400 سعر أو أي أن كان هل الـ 150 سعر بتاع الرضاعة دول هم دول اللي هيفرقوا أو هم دول اللي هيحلوا المشكلة؟ للأسف لا فتلاقي أن هي مع الرضاعة وزنها عمال يزيد زيادة آه طبعا فيه Exceptions فيه ناس لا بتقولش خالص فيه ناس بتبقى الرضاعة كتير قوي زي كل حاجة لها الـ Exceptions بتاعها بس أنا بتكلم على المجاريتي أو على أغلبية الناس أنها فعلا بتزيد مع الرضاعة فلازم لو كان فيه وزن زيادة أو نسبة دهون زيادة برجع لدكتور عشان يمشيني على سيستم وبيبقى المتوقع في النزول من السيستم ده أو من النظام ده من نص كيلو لكيلو في الأسبوع مش أكتر من كده ويبقى على حسب اعتماد الطفل على الرضاعة أو على اللبن الأم فدي نقطة مهمة قوي عشان الستات اللي بتسمعنا النهاردة وبتبقى خايفة من الرجيم أنه يؤثر على الرضاعة أو الناس اللي متخيلة أن الرضاعة بتزود معدل حرق فمش محتاجة نظام رجيم لا ده صح ولا ده صح هو التوازن والحزبة المزبوطة لإجمال السعرات الحررية وتكون متحددة من مصادر مغزية عشان لبن الأم ينزل مغزي ده شيء مهم جدا جدا ومحتاج دكتور يحط البرنامج ده معانا على التليفون أستاذة ريهام أهلا وسهلا بحضرتك آلو أهلا وسهلا فن تمام. بالوقتي اه وجمي فات. اه فطبعا الدكتور اه رحت الادكتور الديد بتاعتي. تمام. اه قلق لي كل ما انت بتتغير مرتد اكتئاب ديك اه هيبقى صعب جدا انا هزول لي بعض بها. هيبقى صعب ولا هيبقى مسلحي. لا هي قلق لي صعب ونحاول نظبط شوية في الاصحة طبعا انا عاجبا عني. تمام. اه بالليل بس دات فاكر بالليل ممكن ببقى ريقين يشوف طبعا ده من الدواء نفسه ممكن ببقى محتاجة حكة حلوة والدكتور بتاع الدكتور بتاعي قال لي هو فعلا الدواء بعملش كده تمام وكمان في بعض الأدوية طبعا أنا بضيقني كده في بعض الأدوية النفسية أو اللي بتشتغل عمضات الاجتماعات بتبقى محتاجة عشان تشتغل كمية أكل شوية زيادة بس في فرق ما بين الكمية ومن الصنف وده اللي هنتكلم فيه بس حضرتك كده معنى سؤالك إن الأدوية اللي حاليك بتستخدميها هي مجرد بتفتح النفس شوية أو بتزود الميل للسكريات مش من الأصناف اللي محتاجة أكل معاها زيادة صح كده؟ أو أوكي بس في حاجة دهوقتي أنا ببقت عملتها مش عارفة بيفحة ولا غلص صدالي فاني يعني أنا فيه منتج كده المفروض إنه هو بياتخد قبل الوكبة بيسد الشهية شوية تمام بيعلم عنه في الفرقيات يعني حالك ما كنتم عارفة تمام فأنا جبته لسه لأيضا النهاردة ومش عارفة أستعمله بس هيف فهو مكتوب على إنه هو كل حاجات مانشرة طبيعية وثيف يعني مفروض في حالتي أنا كدبريشن فأنا مش عارفة يعني منفحني بإيه لإن أنا لسه حكى معادي الدكتور بجاي كمان شهر طيب السؤال هنا الأدوية اللي حريك بتغديها دي هل فيه تحسن في الحالة المزاجية أو فيه الاكتئاب فالجرعب بتقل ولا مفيش تحسن فالجرعب بتزيد ولا سبتين يعني مناخد نفس التركيزات بنفس الأعداد لا 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 بتقل شوية بتقل شوية بنغير النوع شوية بتقل حتى الحالة يعني نشكر ربنا فيه تحسن ده كلام كويس فيه تحسن فيه تحسن في الحالة النفسية كلمة الأكل بالليل دي أنهي ليل الساعة 7-8 ولا الساعة 3-4 الفجر لا بالليل خالص يعني بعد ما بنيل بقوم وانا عايز أكل بقوم عايز نشف كده اللي هو الساعة كم مثلا؟ يعني أقوم ممكن أقوم الساعة 12 مثلا لو نقوم بنيل بقدر عشان أنا بشتغل تمام أقوم مثلا الساعة 12 مرة ممكن أقوم الساعة 3 الفجر يعني ممكن أقوم أكتر من مرة وزن حضرتك تقريبا كم كيلو؟ 5 مرة 5 مرة هل عملنا تحليل مكونات الجسم وإيست معدل الحرق؟ بس هو زيت يعني زيت في فترة الدواء يا دكتور هو زيت في فترة الدواء زيت 10 كيلو هل عملنا تحليل مكونات الجسم وإيست معدل الحرق الحالي أقلم من الطبيعة بقى إيه؟ لأن دول رقمين مهمين أو لا بصراحة بصراحة لا بس أنا كنت عاملة قبل كده قالوا لي قالوا لي لأ أنت في كتلة العضلية عندك كويسة ده مؤشر خاند؟ يعني يعني الدهون قليلة شوية تمام السنة 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 تمام في قومون في إنساء مضمين يعني ربنا يدي حريك الصحة وهرد على حضرتك حالاً ياهلاً وسهلاً بيكي طبعاً مشكلة مضادات الاكتئاب مشكلة متقابلنا كتير بعض المرضى بيبقى عندهم مشاكل نفسية أو مضطرين ياخدوا أدوية تحت إشراف دكتور متخصص لعلاج الاكتئاب فيلاقوا إن هم وزنهم زاد أو لو هم أصلاً كان وزنهم زيادة فتلاقي الوزن زاد قوي فيبقى المريض نفسه بيجي له اكتئاب مضاعف اللي اكتئاب بسبب مشكلته أو نعصف في إفرازات أو مشاكل في كيميا المخ وابتدأ يجي له اكتئاب بسبب الوزن اللي زاد وتلاقيه محتار طب أنا دلوقتي عندي مشكلة ووزن عمالي يزيد فمشكلتي بتزيد طب أعمل إيه؟ أولاً لازم المريض ده يعرف أو يفهم إن معدل نزوله بيكون أقل شوية من الناس اللي ما بتاخدش أدوية يعني ما يقرنش نفسه بحد وصدقوني دي بقولها لأي حد بيعمل دايت سواء عنده مشكلة وبياخد لها أدوية أو لأ ما يقرنش نفسه بحد خالص لا الناس اللي هي السوبر اللي بتخص أرقام كبيرة جداً في أوقات قليلة ولا الناس اللي هي المحبطة والمحبطة اللي بتخص أرقام قليلة في أوقات كبيرة ما ليش دعوه بحد خليني في نفسي وفي حالي طيب أنا باخد دواء مضاد الإكتئاب عشان مشكلة ويه بتالي تدخل وروحت لدكتور الدايت وقال لي معدل نزولي هيكون قليل هل دي نهاية الدنيا؟ لأ طبعاً نص كيلو تخصه أحسن من نص كيلو تزيده ودي بقول هالك يا مدام ريهام أو لأي حد بيسمعنا عنده نفس المشكلة يعني لو خسينا 2 كيلو كل شهر حضرتك اللي كسبناه طيب هعمل إيه بقى؟ لإن إحساس الجوع بيبقى زيادة شوية عن الأشخاص اللي ما بتخدش أدوية وزي ما كنت بقول وأنا بيكلم حضرتك إن في بعض الأدوية محتاجة أكل عشان يبتلي الأكتيفيشن بتاع المادة الفعالة وده كاترة النيورو أو ده كاترة السايكولوجي هم اللي بيوصفوا الحتة دي هو بيحدد كمية ما بيحددش صنف فابتدي أنا كمريض أدور على الأصناف اللي سعراتها الحرارية قليلة نوعاً ما أبتدي أدور على الأصناف الصحية اللي ما ترفعيش مستوى السكر في الدم بسرعة فالجسم يبقى عايز يخزن أبتدي أدور على الأكلات اللي كمية الألياف فيها عالية قوي فبالتالي أبتدي أشبع من كمية بسيطة منها يعني لو مثلاً الدايت بتاعي أو الساستم بتاعي العشل شائع بتاعه بيكون مثلاً اتنين زبادي أو اتنين فاكهة لأ أنا أبتدي أزود شوية ممكن أخذ تمام معالق فول ممكن أخذ قطع جبنة قريش 200 جرام أزود كمية الصلطة طب فلنفرض أن زي ما حضرتك قلتي أنا ما ييال لحاجة حلوة أو ما ييال لحاجة طعمها حلو جسمي بيقول لي أنت عايز حاجة طعمها حلو بس ما قالش أن أنت تجيب جاتو بيقول لي أنت عايز حاجة طعمها حلو بس ما قالش أن أنا أكل بسبوسة أو شوكولاتة أنا ممكن أدي حاجة طعمها حلو ولكن صعراتها الحرية محسوبة شوية عندنا اختيار من الثلاثة الاختيار الأول نوع من أنواع الحبوب وموجودة في السيريالز يعني وموجودة في كل السوبر ماركت وفي منها أنواع مصري كمان يعني مش غالية ولا حاجة اسمها الجرانولا الجرانولا دي طعمها بيبقى حلو شوية ممكن أخذ منه خمس أو ست معالي مع كباية لبن وحط عليهم رشة إرفة وقطع عليهم سمرت فاكهة وممكن أحط نص معالية عسل أو كيس سكر دايت أعمل الخليط دا كله وكله هيجيني ساتسفاكشن لو أنا نفسي أكل حاجة حلوة ممكن كمان الاختيار التاني البلدي أو السهل البليلة بالسكر الدايت مع اللبن الخالي الدسم إن أنا أخذ سبع أو تمام معالي بليلة مع نفس الوصفة مع لبن خالي الدسم برضو هيديني الساتسفاكشن أو الإرضاء بتاع الحاجة المسكرة ممكن أزود كمان أو أعمل خليط معلقتين بليلة على تلات معالي أشوفان على معلقتين جرانولا كمية الألياف أو الفايبرز اللي موجودة في الوجبة دي كبيرة جدا جدا كمية الحاجة اللي طعمها حلو اللي موجودة في الوجبة دي كبيرة جدا جدا وأقدر أزود كيس سكر دايت أو كيسين أو تلاتة حسب اللي أنا محتاجه فهلاقي نفسي حصل لي الساتسفاكشن كلت حاجة أليافها كبيرة فجبعت وفي نفس الوقت ما بوصش الخطة العلاجية ولكن أكون متفق مع الدكتور اللي بيتابعني أو اللي مماشييني على البلان على السعرات الحرية اللي جاي بالطريقة دي في التوقيت ده على بقية اليوم ده جنب الجنب التاني وده مهمة قوي يعني احنا خلاص ادينا الحاجة اللي طعمها حلو الاوت بوت بقى الرياضة لو الريكمنديشن أو اللي بيتطلب من أي حد عشان يخس انه يمشي متوسط في اليوم من 20 دقيقة ل 30 دقيقة اللي عنده مشكلة زي كده لا يمشي أكتر شوية ممكن يزود يمشي ساعة لربع يمشي ساعة يمشي ساعة لربع الصبح ونص ساعة بالليل يعني يزود في مجهوده اليومي عشان لو زودنا السعرات الحرية شوية وده نقطة مهمة جدا كل مريض بيشتكي من السمنة وبيروح لدكتورة عشان يتابعه بيقاليه إكسبشنز في حاجات معينة ما بتتعممش أو ممكن يكون فيه ديل أو اتفاق ما بينه ما بين الدكتورة على حاجة معينة لأن اللي بيمشي نص ساعة في اليوم هيكل عدد من السعرات أو عدد من الوجبات غير اللي بيمشي ساعتين في اليوم غير اللي بيروح الجم أربع مرات في الأسبوع غير اللي بيروح كل يوم كل واحد من دول هيكل بسيستم وهياكل بطريقة سألتيني على الألياف الغذائية اللي موجودة في منتجات كتيرة قوي قوي وليها إعلانات كبيرة لازم نركز برضو أن الحاجات دي تتجاب من مصادر موصوك منها لأن ممكن يبقى مكتوب عليها أن هي أمنة 100% ولكن ليها بعض المواد المخلوطة اللي مش مكتوبة فبفضل أن هي تبقى تحت إشراف دكتور ومن مكان موصوك فيه هنطلع فاصل وهنرجع نكمل موضوع حلقتنا استنونا بعد الفاصل أهلا بكم مرة تانية ورجعنا بعد الفاصل وكنا بنتكلم على موضوع حلقتنا أشهر أكاذيب الرجيم أو خرافات الرجيم ومن أشهر الأكاذيب أو الخرافات أن تلاقي ناس وهي بتعمل دايت كل تركزها على الأكلات اللايت وعلى الأكلات الدايت وبيكلوا منها كتير جدا جدا اعتقادا منهم أن هي مدام دايت أو لايت يبقى أقدر أخذ منها زي ما أنا عايز يعني تلاقي مثلا لو موجود في البلان أو خطة التغذية رغيف سن أو رغيفين مثلا في الوجبة هم بيأخذوا 3-4 لو مكتوب على أي راح السوبر ماركت مثلا أو مكان بيشتري منه حاجة ولاقوا مكتوب عليه كذا لايت أو كذا دايت بيستخدموه 2-3-4-5 وبدون أي حساب اعتقادا أن ده مسموح أو برحتنا طيب هناخد التليفون دا ويه هنكمل الجزئية دي أستاذ سارة أهلا وسهلا بيك أهلا السلام عليكم السلامة الله وبركاته أهلا لو سنحت الدكتور أنك تعيز أسأل بس على مشكلة لي تضالي فان بس هو أنا دلوقتي أنا طولي 160 تمام ووزني بيتروح من 167 كتير يعني من 167 طولك 167 ووزنك 67 صح كده تمام أه سؤال حضرتك فين المشكلة أني أنا مش بغضة فبغضة بالأكل بقى أنا بيكل ونام بالليل عشان أنا عادة أستغل برجع بالليل ساعة 8 مثلا كويس على بالما بيكل تبقى العشرة أو حماية كويس بتاكل إيه بقى يعني أنت بتاكل إيه دا يفرق غدا واجبط غدا طب طريقة عمل الغدا دي إزاي هل معمولة بطريقة صحية ولا فيه دهوم كتير لا 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 أكل عادي خالص أكل عادي خالص طيب هل حريكة عايزة تخسي أصلا أو شكل الجسم من دايك فعايزة تنقصي وزنك آه كويس أنت في زيادة مستمرة يا أستاذة سارة يعني أنت النهاردة 67 أنا مشكلة أن أنا مش عارفة هي دي الواقبة الوحيدة اللي بيكلها في اليوم في اليوم ولا في البيت في البيت وانا بجة ممكن بأكل سامريتش ولا حاجة وانا في الشغل وخلاص تمام فيها سألة تانية عند حضرتك طوال بس أنا عايز أعرف أكثر حاجة ممكن أعملها نظم بيها أكل إزاي تمام لأنه هو ده ما أدرك جواي كويس يا أهلا وسهلا بيك وانا منطقة الدهون يبتساقن عندي في الجناب والبطن تمام يا أهلا وسهلا بيكي طبعا سؤال حضرتك مهم وبيقرق ناس كتيرة قوي إن طول اليوم بيكون شغله بيبقوا راجعين مش عارفين يكلوا إيه ويكلوا إزاي وممكن يبقوا معتقدين إنهم عشان طول اليوم ما بيكلوش فيقدر ياخد كمية زيادة من السعرات ده اللي كنا بنقوله في أول حلقتنا اللي هو الأكل بزكاء حضرتك لازم توزعي سعراتك الحرارية على مدار اليوم الوجبة الأساسية النهاية تبقى الساعة 8 ده ما فيوش أي مشكلة بس حاولي تفصلي ساعة واحدة على الآل من بعد الوجبة الأساسية دي لكن طريقة عملها بتفرق فيه فرق ما بين إن أنا أخد الرز مسلوء أو معمول بمعلقة زيت واحدة وإن أنا أخده معمول بمعلقتين تلاتة سمنة فيه فرق ما بين إن أنا أخد الخضار معمول نايف نايف أو سوتي أو بطريقة صحية وإن أنا هعمله متسبق ومعمول بدهون كتير دي نقطة مهمة ونكون موزعين الأكل بتاعنا على مدار اليوم وممكن تلتزمي بالنظام اللي هنزله دلوقتي اللي هقوله دلوقتي هو مناسب ليه الأوزام من 70 إلى 80 كيلو تقدري تتبعيه عندنا نظام الهرم الغذائي اليوم الأول والثالث الفطار كباية لبن زائد جبنة لايت أو جبنة قريش زائد سلطة زائد رغيف سن الغداء بتاعنا ربع فرخة زائد طبق خضار معمول نايف نايف زائد أربع معالق فريك مسلوء أو متحمر بنص معلقة زيت زائد سلطة العشاء اتنين كباية زبادي زائد خيار زائد خص اليوم الثاني والرابع الفطار هيبقى كباية لبن زائد بيضة مسلوءة زائد نص رغيف بلدي الغداء هيبقى نص كيلو سمك مشوي زائد رغيف سن أو خمس معالق روس زائد سلطة والعشاء بتاعنا جبنة قريش زائد سلطة اليوم الخامس والسادس الفطار هيبقى كباية لبن ومعهم اتنين صمرة فاكهة زائد معلقة عسل والغداء خمس مغارب شربة عتسة أو أي نوع بوكليات فصوليا بيضة لبيع عتسة أو فول زائد سلطة زائد رغيف سن والعشاء اتنين كباية زبادي زائد أربع معالق شفان زائد رشة قرفة وطبعا لازم ناخد سناك بين الفطار والغداء وبين الغداء والعشاء ثمرة فاكهة أو كباية زبادي لايت وتمن كباية ما ينشربهم كل يوم طيب بالنسبة لك يا سارة النظام ده احنا قلنا هو نقدر نلتزم بيه ونقدر نجربه الناس اللي يوم هطويل هيعمله تعديل شوية في الوجبات هيفطر قبل ما ينزل أو هياخد معاه الفطار ياخده في خلال ثلاث ساعات هياخد الاثنين السناك والعشاء في الشغل ويرجع ياخد وجبة الغداء وينام بعدها بساعة على الآل يقدر يزود شوية في الرياضة بدل ما مندي ريكمنديشن نص ساعة ممكن يخليها ساعة رب أشكركم جدا وأتمنى نكون صححنا مفاهمنا وعرفنا كل الخرافات عشان نبعد عنها وما نطبقهاش ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قريبة من برنامجكم برنامج العياد اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى